نبدأ إذن من فرنسا الرئيس إيمانيال مكرون اختار المواجهة عبر تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت في الجمعية الوطنية مع أثاره سهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها أمس الذي كان يحترض أن تصوّط فيه على المشروع بعد أن صدق عليه قبل ذلك مجلس الشيوخ وعانت الوزير الأولى إليزابيت بورن تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون برمته من مسؤولية الحكومة وفي ظل عدم اليقين اجتمع مجلس الوزراء قبل بدء الجلسة البرلمانية الحاسمة وأقرر خلال هذا الاجتماع السماحة للحكومة باللجوء إلى الفقرة الثارثة من المادة 49 من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع قانون دون ترحه على التصويت من خلال تولي الحكومة مسؤوليته وكان الرئيس إيمانيا الماكرون أعلن أنه لا يريد اللجوء إلى هذه المادة وأنه يفضل أن يصوّط النواب على مشروع القانون غير أن اتلافه لا يملك أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية إذ بعد مفاوضات لا حصر لها وحسابات المحمومة واجتماعات متعددة تأكد أن الذهاب إلى التصويت على مشروع القانون الذي يرفع سن التقاعد من 68 إلى 64 عاما يشكل مخاطرة كبيرة وتواجه الحكومة بقيادة إليزابات هوند الآن مقترحات لحجب الثقة ستطرحها أحزاب المعارضة المختلفة بينما يتساعد غضب الشارع للتعليق عن هذا الوضع معنا من باريس المحلل السياسي مصطفى توصى يعتبر لجوء إيمانيويل مكرون وحكومته بزعامة إليزابات بورن إلى المادة الاستثنائية 49.3 بمثابة فشل سياسي إذ وصلوا إلى قناعة بأنهم لا يتمتعوا بأغلبية في البرلمان يمكن أن يمرروا من خلالها هذا المشروع وانعكاسات اللجوء إلى هذه المادة على مستويين المستوى النقابي والشعبي إذ هددت المركزية النقابية بتصعيد تحركاتها في الشارع المضي قدما في احتجاجات صاخبة لتنديد بهذه الخطوة وعلى المستوى أيضا السياسي هناك إمكانية تقديم مذكرة سحب الثقة يوم الاثنين من شأنها أن تهدد حكومة إليزابات بورن وترغم الرئيس إيمانيويل مكرون على تغيير رئيسة الحكومة لكن الرئيس إيمانيويل مكرون كان حذر من أنه إذا نجحت مذكرة سحب الثقة فإنه قد يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة هذا يعطينا فكرة من أن فرنسا تعيش حقبة سياسية حساسة كل الاحتمالات مفتوحة بما في ذلك الدخول في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة العواقب على المجتمع الفرنسي